اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرامة في قناة مناجم المعرفة اليوم سنحدثكم عن موضوع شيق وممتع فهي بنا اغرب عشر هوايات في العالم لا تخطر على بال احد فلكل شخص منا هواية خاصة به يجد المتعة عند القيام بها ونحن كاشخاص طبيعيين معظم هواياتنا طبيعية مثل هواية الرياضة والالعاب والتصوير والتصميم وغيرها لكن اكيد دائما في هذا العالم تجد اناس عندهم هوايات غريبة ولنا في هذا المقال سوف سنتعرض لكم الاغرب على الاطلاق من الهوايات التي يمارسها بعض الناس او شخص واحد او مجموعة اشخاص بعضها من النوع الجميل وبعضها من النوع الغبي ولكن في المجمل هي اشياء غريبة ولن تصدقها عشر هواية تلوين الكلاب توجد مسابقات كثيرة لجمال الكلاب حول العالم وهذا شيء مقبول لكن هذه الهواية هي غريبة جدا اذا هي عبارة عن المشاركة في مسابقة لتجميل الكلاب قد يحضر في ذهنك انها قص شعر ونظافة الكلب وما لا ذلك ولكن في الحقيقة هي اغرب من ذلك بكثير اذ انهوايتهم في تغيير شكل الكلب وتحويله لرشكال حيوانات اخرى كالباندا والجمال وغيرها من الحيوانات وغير الحيوانات ايضا كتلوين الكلاب بلوان غريبة وقص شعرهم وتلوين جزاء مختلفة بلوان مختلفة ايضا لدرجة انها تحولت لا مسابقات كبيرة الموضة هذه يعتقد انها بدأت من الصين في السبعينات ومن ثم في الثمانينات انتشرت في باقي العالم وفي امريكا بالخصوص تسعة هواية تقليد اصوات الحيوانات عندما كنا اطفال كنا نقلد اصوات الحيوانات كنوع من انواع المزاح او لعمل احد المقالب في اعز الاشخاص علينا ولكنك قد تصدم لعلمك ان هذه هي هواية لدى بعض الاشخاص بل ويتنافسون فيها اشد التنافس في تقليدهم لصوت الابقار ويكون حولهم تجمهر كبيرا ثمانية هواية المراهنة على قتال الحشرات المراهنة على قتال الحشرات هذه الهواية منتشرة بشكل خاص في الدول الاسيوية خاصة اليابان وتيلاند فكان هناك بعض الناس الذي تشتهر بينهم تلك الهواية فكانوا يراهنون على فوز احد الحشرات في التنافس ومن يفوز يحصل على الاموال وكانت تلك الحشرات مثل الخنافس الكبيرة لانها لا تتنازل عن روح القتال في داخلها خصوصا في حالة وجود انثى وغيرها مثل العناكب والعقارب والدبابير والجراد وفي بعض البلاد توجد لهذه المراهنات حكم ومعلق ولجنة تقييم ايضا 7- هواية الحياكة هواية الحياكة كهواية منتشرة كثير عند النساء بشكل خاص وهي هواية طبيعية في معظم لأحياني لكن في السنوات الأخيرة بدأ يظهر منها نمط غريب 8- النمط أصبح من فنون الشوارع وصار أبرب للجرافيتي أو الرسم على الجدران وهدتوا الهواية وهي تغطية الأشياء بالخيوط الملونة اذ انتشرت هذه الهواية خاصة بين النساء وكبار السن من النساء 8- إذ كانوا يغطون كل شيء في الشوارع بالخيوط الملونة تجميلا لها حتى وصلوا للسيارات والأوتوبيسات والقطارات غطوها بالخيوط 9- هذا الهواس ظل ينتشر بشكل ليس طبيعي 10- ومن أشهر الممارسين لهذا الهواية امرأة عجوز من اسكتلندا اسمها جري سبريت عمرها 108 سنوات وتعتبر اكبر الممارسين لها الهواية وعمالها تجدها في عدة أماكن في اسكتلندا 6- هواية رفع القضايا يكانت لشخص اسمه جونثا ليريتشيز حطم الرقم القياسي في رفع القضايا اذ رفع اكثر من 2600 قضية وقد يجن جنونك عند معرفة الجهة المدانة فقد كان يرفع قضايا ضد الامبراطورية الرومانية وقضية اخرى على كوكب بلوتو وتارة على ناس قد توفى منذ العصور الوسطى وتارة على تماثيلة وتارة اخرى على كتب لكن كانت ترفض كلها 5- هواية اكل الاشياء الغير قابلة للأكل 6- لا اعرف حقيقة هل هي هواية ام ادمان 7- والفكرة هي انفئة من الناس تأكل شياء غير قابلة للأكل ولا يقبلها اي نظام هضم بل ويتنافسون في ذلك 7- ومثال لهذه الاشياء كانوا يأكلون الحصى والرمل والبلاستيك والمنظفات والاسفنجو 8- الغريب ان منهم مستمرين في هذه الهواية ولم يحدث لهم اي شيء وهناك منهم وصلوا لاحالة من مودة لدخولهم لحالات صحية خطيرة ندت للموت في نهاية المطاف 9- نحن ننصح ان لا تجرب هذه الهواية 4- هواية رسم الخرائط هذه الهواية لشخص مذهل بمعنى الكلمة قد تتعجب من كمية الخيال التي لديه في تحدي الجامعات سألوا الطلبة عن كتابة هواياتهم ولكن تتفاجأ بطالب اسمه اي سيلفا من استراليا يقول ان هوايته هي رسم خرائط للمناطق التي يود زيارتها قد يخطر ببالك انها خرائط عبارة عن بعض الخطوط والمعلومات عليها ولكن تتفاجأ بانه يرسم خرائط مفصلة لمجموعة من الجزر سماها باسم جزر الكوانة وهذه الجزر فيها كل شيء ممكن تتخيله مثل اي مكان حقيقي بالشوارع والانفاق والكبار والقطارات ومحطات المترو والحدائق والمطارات والاماكن الترفيهية والمواصلة وكل شيء يخطر ببالك حتى لو نظرت اليها تظن انها حقيقية تماما وفوق هذا وضع تفاصيل عن طبيعة المكان والناس الذين يعيشون فيه وقال ان هذه الجزر فيها 93 مليون نسمة والسكان يحبون البسبولة وعندهم 180 فريق في جزر الكوانة وهذه الجزر فيها 9 مدن رئيسية واحدى عشر حديقة عامة وفي تفاصيل كثيرة صعبة ذكرها 3- هواية الظهور في شاشة التلفزيون هذا الشخص اسمه بوليارو له هواية غريبة بالمرة كان دائما يحب ان يظهر في المقابلات التلفزيونية في الخلفية وخاصة على القنوات الاخبارية في لندن حيث كان لا يترك اي برنامج لأي قناة تلفزيونية لا واستطاع الظهور فيها وذلك كان وهو يمثل بانه غير ملاحظ لهذا سواء يتكلم في الهاتف او ينظر في اتجاه اخرى فكانت هواية غريبة بالمرة على العكس الكثير من الناس ينتظرون ان يشاهدوه على التلفاز ويبحثون عنة عند نشرات الاخبار واصبح يضيف نكهة خاصة على المقاطع التي يظهر فيها اثنان هواية ممارسة الرياض وكوي الملابس في نفس الوقت هذا شيء غريب جدا واعتقد انه تحدي اكثر من انه هواية هذه الهواية على ما يبدو انها نوع جديد من انواع الرياضة وفكرتها باختصار هي انك تمارس رياضة تتطلب جهد عالية وفي نفس الوقت تمارس كوي الملابس وهذة الهواية تسمى طبعا كوي الملابس في مناطق غير المنزل وقد تجد ان اصحاب هذه الهواية مجانين بكل ما تحمله الكلمة بالمعني اذ ينشروا صورهم وهم يكون الملابس اثناء تسلق الجبال او اثناء الغطس او فوق سيارة تمشي في الصحراء او اثناء الطيران وغيرهم اثناء الهبوط بالمظلات فهي هواية مجنونة جدا ولا تصدق الموضوع وصل لا ان اصبح مسابقة عالمية واحد هواية التمثيل بالموت تتصدر غرب الهوايات التي نعرضها هي موهبة شخص اسمه شيكو لامب يمثل دائما انه ميت منذ اكثر من 14 سنة وفي عام 2005 قد ترك وظيفته ليتفرغ لهذه الهواية اذ يستطيع اقناع اي شخص بانه ميت بالميكيب وتمثيله هو فعلا موهوب بها وقد اصبح مشهور بها ولذلك تم استخدامه في الافلام ليمثل دور الاموات وله الكثير من اليدوار في مثل هذا الدور وقد استطاع جمع الكثير من الاموال موسيقى 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 اشتركوا في القناة